موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم سادة المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشاهد وهي الحلقة الرابعة مع ضيفنا القيادي المنشق عن عملية الكرامة الرائد محمد الحجازي أهلا بك سيد الرائد محمد الحجازي أهلا بك أخونا كنا نتحدث مع نهاية الحلقة الماضية عن إعلان خليفة حفتر في فبراير 2014 تجميد العمل بالإعلان الدستوري والانقلاب على الشرعية القائمة في تلك الفترة ووصلت في سرد وقائع تلك المرحلة إلى عدم حدوث أي صدى أو تفاعل مع إعلان خليفة حفتر هذا العمل وما يمكن أو ما يعتبر فشلا لتحركه ذلك أنا أسألك هنا في بداية هذه الحلقة كيف كان وقع فشل هذا التحرك من خليفة حفتر عليه بعد ذلك كيف تعامل مع الواقع اللي كان موجود عليه حينها حفتر في طرابلس في العاصمة وكيف دبر الأمور بعد ذلك حتى يواصل العمل نعم بسم الله والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة هو كانت كارثة بالنسبة له لأنه عمل غير منصق غير مدبر غير مدروس اتضح ذلك من عملية يعني العملية اللي هي كانت صعبة جدا في تهريبة من طرابلس من طرابلس لأنه كان محاصر وكان مستهدف فوصلوا زي ما يعني واتصل بي الساعة الثالثة والثالثة والنصف الليل وحضرت البيت اللي كنت في حالة ارهاق شديد طبعا من نتيجة التهريبة عن طريق الصحراء فقيت لي يعني كيف أول الحمدلله علي السلامتك وبعدين يعني لم تخبرنا ولم تقول أنا فجأت وحتى لما اتصلت بي يوم طرابلس يقول لي تحركوا خلايا ما فيش يعني عمان تحركوا لم تكن لم يكن في أي تنصيق مع أي مجموعة عسكرية بل بدأ القبض على بعض الضباط في أحياة في بنغازي كان مشكوك في أنهم حيتحركوا مع خليفة حفتر فقيت لي الآن أنت يعني تكاد تكون ورطتنا حتى كنت أنتظر في عملية احتقال فحصلت بعض عمليات الاحتقال في منطقة سيدي يونسو فيه لبعض الضباط فكنت أنتظر فيه فقيت لها وتكلمت بلغة أنك تحركوا الخلايا حركوا وإحنا ما فيش أي خطة أي دراسة أي هل هو عمل عشوائي هل هو هل فيه اتفاق فيقول لله خنوني الخوانة المشعرف اللي كانت متفق معاهم وبعونا من كان يقصد؟ كان يقصد أخواننا في الزنتان وهذا غير صحيح هذا غير صحيح تماما أخواننا في القوات السواعق والقاقع كانوا على غير هذا الاتفاق كانت تكون عملية عسكرية بحثة لا دخل لها بالسياسة ولا فوجئوا بتجميد إعلان دستوري وما أدراك ما تجميد إعلان دستوري هذا انقلاب على السلطة وأيضا لم يعطيهم المهلة اللي طلبوها مننا حتى يجهزوا أمورهم كقوة عسكرية لا تقترب من السياسة فكان هو يحاول أن يقنعني بأن تعرضت من الخيانة من قواننا في الزنتان وخاصة القوة القاعقاع والسواعق وحشاهم من الخيانة كان هو من غدر بيهم وصبق واصطبق هذا الحدث ولم يلتزم بالموعد ولم يلتزم بالمفردات في البيان ولن يلتزم بشيء خرج هكذا عشوائيا نعم كيف استمروا في العمل بعد ذلك كيف تدارك نتائج هذا العمل وفشلها الذريع بتلك الصورة طبعا تدارك هذا العمل لأنه لما دخل البنوازي نتيجة احتقال الناس من حقبة الاختيالات والغدر وغيرها أصبح مهيئ جاهزة العملية فعلا أصبح الضيوف يأتوه بشكل كبير وخاصا من العسكريين لدرجة أنه انتقل من بيته إلى مزرعة الأخ علي العمروني في منطقة غوط السلطان من كثرة الضيوف ومن كثرة الذي وهو بيته على الطريق الرئيس في حي الزيتون أصبح المكان خطر للاستهداف اجتماعات بكثرة والناس تأتي بكثرة فأنتقل إلى مزرعة الأخ علي العمروني في منطقة غوط السلطان وأصبح من هناك أصبحنا نخطط للعملية العسكرية القادمة اللي هي عملية الكرامة سميناها وفعلا يعني بدأنا التخطيط لها في مزرعة في غوط السلطان لم يتم ملاحقته من أي أجهزة أمنية عسكرية لا لا لم تتم إلى عاما يعني وجد ضالتة يعني فعلا هو لعب على الوتر الحساس لأن ابنغازي كانت محتقنة من الاختيارات لم تجد ضابط عسكري يدين يعني يقدم نفسه لكي يقود مؤسسة أو يقود مجموعة عسكرية أو كيان عسكري يحارب الإرهاب وجدوا ضلتهم في هذا الرجل اللي خرج في بيان أعلن عن نفسه فيه ثم تم تهريبه بطريقة قاسية يعني بطريقة صعبة جدا واتهربه غوطي وجدت الحاضنة بدأ يجد الحاضنة كانت هناك سلطة مركزية في العاصمة كان صدر في حقه أمر قضي من وزير الدفاع يعني هذه الأوامر وهذا الموقف من الحكومة المؤقتة لم تتبع أي إجراءات لملاحقتها قانونيا قضائيا للأسف في بنغازي لم تكن هناك إجراءات أمنية لملاحقتها وأيضا نتذكر أنه في لقاء مع قناة ليبيا الحرة في وقتها أنه هاجم حتى علي زيدان قال يعني بها المقصد يعني حاشى استاذ علي زيدان من هذا الوصف قال هو علي زيدان ما استطاع أن يحمي نفسه بيقض علينا يعني هو لا يستطيع أن يحمي نفسه كان مستخف به نعم استخفاف يعني لا يجد الاستهزاء والاستخفاف في لقاء في بيته يعني كانت أول ما حضر من أول ما هربناه من طرابلس إلى بيته كان أول تصريح له في ليبيا الحرة استهزأ برئيس الحكومة في وقتها وحشاه من هذا هو قال علي زيدان ما استطاع أن يحمي نفسه يريد أن يقبض عليتي كلام فارغة لكن كان موجود داخل ليبيا كيف لا تستطيع الحكومة الشرعية القبض عليك للأسف لم تستطيع أي جهة التحرك في بنغازي لأنه ظلت ووجد التفاف شعبي نتيجة الاغتيالات أخ خالد الأعمال المخابرتية أعمال قذرة مؤامرة كانت أكبر مني ومنكم من الشارع الليبي اعتقدوا أن هذا هو الفارس البلهم هو المنقذ الضابط الوحيد اللي استطاع أن يواجه المؤتمر الوطني اللي مزروعة فيه الكيانات الإرهابية وهكذا الناس كانت تتحدث في بنغازي بعيدا عردت فعل الشارع في بنغازي كان الصورة اللي تصدر عن مدينة بنغازي أنها تحت سيطرة الدروع والكتائب الثوار نعم هذه القوة إذا كانت مسيطرة فعلا على بنغازي لم تكن قادرة على القبض على خليفة حفتر بعد إعلان الانقلاب على الشرعية هو نعم حدثت رماية على بيتها حدثت رماية نتذكر حدثت رماية على بيتها وكلمني أخوه الصغير أخوه من الوالد من أبوه يعني هو في سني وقال لي الآن رماية كثيفة على بيت الحاج وموجود معاه رماية كثيفة وإحنا موجودين جوه وكذا كيف نقلت له كيف ما كمش أمنين أنفسكم بطريقها يعني كيف موجودين أنتم موجودين في البيت اللي على الطريق الرئيسي قال لي رماية بشكل كثيفة على البيت على الباب وعالجدران فقلت له يجب أن يخرج من البيت يجب أن يكون خارج مدينة بنغازي يعني وفعلا ثاني يوم وثلاث يوم أخرج إلى مزرعة الأخ علي العمروني في منطقة قوة السلطان أو أبو مريم اللي بدأنا بدأوا الضباط يحضروا بدأت تشكيلات مدنية تحضر مؤيدة لما قام به خليفة حفتر وبدأ يكون في كيان في تلك المنطقة أنا استفساري عن مسألة أن عاد بعد الإعلان عن الإنقلاب من طرابلس إلى بنغازي ولم يتعرض له أي أحد يعني أي قوة موجودة في المدينة برغم لم تتعرض بأن الصورة كانت أن بديلة بنغازي تحت سيطرة الثوار وعلى هذا الأساس تم تحميلهم مسؤولية الوضع الأمني التردي في المدينة يعني إما أن الصورة التي صدرت عن بنغازي غير صحيحة نعم وبينها لم تكن تحت سيطرة الثوار بنغازي وبالتالي هم ليسوا في محل مسؤولية عن الخلل الأمني الموجود في المدينة أو أنه عاد إلى بنغازي ولم تكن هناك رغبة لدى الثوار لملحقته أنا أولا كنت مستغرب هذا الأمر كيف هو تهريبة كان بشكل قاسي ومموه ولكن برضو لما دخل بنغازي من مدخلها الغربي لم تحترض أي قوة فأبلغني أحد الشباب اللي لا داعي لذكر اسمه أن الثوار كانوا مستهزئين به يعني كانوا يقولوا ما يشكل شيء لن يشكل شيء يدخل والله يتحرك والله يحاول كانوا مستهزئين بأن خليفة حفتر لن يشكل شيء لن يستطيع فعل شيء لن يستطيع تحريك أي قوة ما عنداش قبول في المؤسسة العسكرية وكانت نظرتهم خاطئة لماذا لم يتم القبض عليه وهو مطلوب من قبل الوزير الدفاع لم تحاول أي جهة القبض عليه وهذا أيضا كان محل استغرب لم تحاول لأنه لم تكن هناك رغبة في القبض عليه أو لأنه لم تكن لديها قدرة في القبض على حفتر أولا القوة الفاعلة اللي كانت في المنازل كانت مجموعات الثوار اللي يدروع وغيرها كانوا مستهزئين بالأمر أنه لا يستطيع فعل شيء يعني مش مقبول يعني للأسف أنه ما عندهم مش رؤية أن الرجل هذا قد يكون تتحرك وراه استخبارات دولة أجنبية يعني أو لفعل مثلا وسيجد ظلته في بنغازي أو في برقة فكانوا مستهزئين به يعني بحجم القوة اللي لديهم وبحجم القوة اللي عندها ما عندها قوة عسكرية فكانت القوة اللي كانت تحمي قوة عز الدين الوكواك كانت مشاركة في ادخال البنغازي وما للنجهات الأمنية لم تتحرك لا الاستخبارات العسكرية ولا الشرطة العسكرية لاختصاصها الأصيل القبض على أي ضابط يعني ينتهك أو يخترق القوانين العسكرية لم تتحرك أي جهة للقبض عليها أو يبدو هذا الأمر أو الاستدعاء حتى يعني يعني كل القوة الموجودة في مدينة بنغازي كانت غير قادرة على التعامل مع حفتر والقبض عليه نعم عدم قدرة يعني القوة العسكرية الموجودة في بنغازي لم تكن لديها قدرة أو هناك شيء أمر ما لا أنا لا أعلمه لم تكن هناك شرطة عسكرية بمعنى الكيان الحقيقي اللي يستطيع عنه لا لا أنا السؤالي ليس حول القوة العسكرية والأمنية حول القوة الثوار اللي موجودة يعني لا أجد تفسير لأن الرجل قام بمحاولة انقلاب على الشرعية ثم اتجه لبنغازي أنا أذكر وهي تحت سيطرة الثوار نعم أنا أذكر أن شقيقة محمد أخ خليفة قال لي وسام بن حميد صديق الحاج ولا يمكن أن يقبض عليها أو يقترب منها كان صديقة جدا أيامه وخليفة قاية قوات البرية لجيش التحرير في وقتها قال لي كان صديق الحاج جدا وكان مستفيد من الحاج كان يعني الحاج كان يقدم له في تسليح وكانت أصدقاء كان صديقه وصبق أنكرم وسام بن حميد في بيته في باللهجة الدارجة في مربوحته يعني في بيت خليفة فقال لي أعتقد أن القوة الفاعلة وخاصة قد في وسام بن حميد لن تقوم بشي كيف كان يقدم له تسليح يعني كان صديق وسام بن حميد كان صديق خليفة حفتر في أيام عندما كان خليفة حفتر قاية القوات البرية لجيش التحرير كان قريب جدا منه وصديقه وصبق أن كرم وسام بن حميد في في بيته خليفة كرم استدعى وسام بن حميد في بيته وكرمه كانت علاقة حميمة جدا بينهم حتى في اجتماعات لتخطيط لمعارك كان حاضر أنت قلت كان يقدم له تسليح يعني خليفة حفتر خليفة حفتر كان يحتاج كان يأحتقد أن ممكن يوما ما هيحتاج لكيان عسكري مسلح قوي مثل ليقوده وسام بن حميد أن يعمل معه ينظم له فكان يقدم له في في يعني فبعض الأسلحة وبعض الدعم في أيامه هو قائد جيش التحرير كان لديه يعني يكسب قوة مسلحة كبيرة لديها قائد ميداني زي ويسام بن حميد هذا مكسب بالنسبة له هو فكان يما عنده مانع المهم أن يصل أن يصل لمنصب قيادة في الدولة يتحالف مع أكرمكم الله حتى مع الشيطان فكان صديق جدا وكان قريب فشقيقة محمد كان يتصب يقول لي لا لا ما تخممش من الدرع أو قوة مسلحة بن حميد أو كتيبة ليبيا الحرة أعتقد في وقتها لن تعمل شي أو الدرع الأول لأن صديق الحاج مش حي يديه ومش حي يشوره فعلا نحن تفاجأنا إلا يوم واحد تمت الرماية على بيته فقط ولم تتحرر لا يستهدف الرجل بعد أن نعاد إلى بنغازي نعم قلت بأن قوبل بترحيب من نعم من عسكريين من مدنيين نعم هذا الترحيب كان من بين المرحبين تيارات سياسية نعم مثل بيت خليفة حفتر كنت موجود وبدأت تطلق نداءات وهتفات يعني يا حفتر خوض الشارعية بنغازي قالت لك هيا هذا هو الهتف أو بشكل تجهت من فندق تبستي إلى بيته وخرج طبعا بالسيارة وبالميكروفون وبدأ يخاطبهم وبدأ يتحصل على حاضنة وفيه عناصر أيضا من ما فيش داعي الذكر اسمها من تحالف القوة الوطنية كانوا موجودين حتى في التظاهرة كانوا داعمين لخليفة حفتر وخروجها بهذا الشكل كان عناصر منهم عناصر أعرفهم ينتموا لحزب أو تحالف القوة الوطنية التابعة للدكتور محمود جبرين رأيتهم في التظاهرة كنت موجودنا مع خليفة في البيت وأت مجموعة كبيرة الحقيقة من المتظاهرين بهذا الهتف في السابق ولحظت أنه في عناصر تنتمي لحزب لتحالف القوة الوطنية الشخصيات التي كانت تمثل قيادات التيار الفدرالي كيف كان تفاعلها معها؟ نعم كانت هناك شخصيات أيضا لدعي لذكر اسمها من التيار شخصيات معينة ليست طبعا كلها ولكن شخصيات معينة كانت أيضا حاضرة التظاهرة يعني هذه الشخصيات أيدت خليفة حفتر كشخصية وكتحرك عسكر كتحرك عسكر ضد الجماعات الإرهابية فقط يعني كيان الإرهابي أو ضد ما حصل في بنغازي من تصفيات واختيالات لم تكن تأييدا لشخصه ولم تكن انطلاقا من موقف الدعوة إلى الفدرالية أو لا لا لم تكن لذلك لأن خليفة حفتر نفسه يكره هذا التوجه في عدة يعني في عدة نقاشات معاه يقول لي يعني الفدرالية هذه تحكي لي علي برق وعلي الفدرالية هو الأسف الشديد وأنا أقولها بكل مرارة كانت عندها عندها كره غريب للأسف للأسف شديد أقولها للبدو لأنا أتشرف منهم وصبقا اشتبكت معه في الكلام بعد بدأنا عملية الكرامة في مكتبة في المرج يعني نتذكر يوم قال لي قتل مشايخ القبائل يجوك كذا وهذا يعني الناس رأهم قدموا أبناهم وقدموا يأتون بالتموين وحتى الأغنام وبكل شي قدموا كل شي الأموال ودعم من القبائل كبرى في برقة من الدرسة من الحاسة من البراحسة من العبيدات من غيرهم من القبائل فدائما نذكر يعني قتل فيه مرة قتل فيه مشايخ من قبائل العبيدات ومن قبائل الدرسة والحاسة هي المدة بس الزمنية فكان متشن شوية متعصب فقال لي البوادي عبارة عن ظاهرة صوتية يعني خلينا منهم توا أنا طبعا قلت له كيف البوادي ظاهرة صوتية واللي قدمك من يا حاج أنا 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 واحد منهم البوادي اللي تكلم عليهم من ظاهرة صوتية وأنا قبيلت الدرسة قبيلة المجاهدة اللي قدمت في الصابق وفي الحاضر وما عندناش مننا في الوطن أحد البوادي موجود جنبك اللي عبارة البوادي ظاهرة صوتية إذن حتى رفيقك قلوا رفيقك ظاهرة صوتية هذا كلام مستحيح ويزعلني منك وخلينا ناشتر بطس الشاي ونبي نبشي يعني بالمعنى فقل لي لم تزعلش مني يعني ليش ما تحملش البصارة قلت لهذه ما فيهاش هزر وبصارة الناس احتضنوا العملية واستقبلوها وقدموا أبناهم وقدموا آخر شي نسميهم ظاهرة صوتية أن نطلق عليهم هذا الوصف وأنا ابن 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 هذه الظاهرة الصوتية اللي انت تسميها حشاهم منها هذا كلام يزعل حتى بمجرد الهزر والبصارة ميجيش يعني نقلشنا بحدة ردت عليه قل لي لا يبدو أنك زعلتنا ومش قسدي فكان عندها كره لل للانقساميين والفيدراليين ويكره تسمية برقة يعني دائما يقول لي لا برقة لا ليبيا نبوها ليبيا وللأسف الآن يلعب على موضوع هو اللي يجد فيه أي موضوع يجد فيه مصلحته وظلت يلعب مستعد الآن يخرج في بين لو هو لن يجد ظلت طبعا منطقة الغربية وتم تهشيم على أسوار طرابلس الآن ولكن لو وجد ظلت بأن يحكم برقة سيخرج في بيان ويتكلم ويقول برقة ولأني أعرف جيدا أنه يكره حتى هذا المسمى التاريخي نعم طيب هل حدث ونقشت معه مسألة الفيدرالية ومطالب الفيدراليين والشعارات التي كانت مرفوعة من قبل الفيدراليين لا هو النظام الفيدرالي ما فيش حد يعني يكره النظام الفيدرالي الموجود في أمريكا أعتقد في سويسرا في لكن الانقسام ما فيه واحد يقبل به أنا واحد أنا أقصد الرجل موقفة من الفيدراليين كيف كان كان موقفة من الفيدراليين هو طبعا ما عنداش وعيره بال يحتقد ان لا يمكن أن يتجزأ الوطن أو أن ينقسم الفيدراليين هؤلهم جماعة انقساميين يقول لي قلت له لا في فرق بين النظام الفيدرالي وبين الانقساميين شيء والنظام الفيدرالي شيء آخر فكان يعني يبدو في خلفيته أنه عند عمل بعين محتاج محتاج فعلا مثل ما نرى الآن يعني يعني اشتغل بينا ورمانا يعني بكل صراحة يعني يقول استخدمنا ثم بالفيدراليين تقصد استخدم عدة جيام بين الفيدراليين وغير الفيدراليين ثم اللي تخلص مننا تخلص مننا واللي رماه رماه واللي اتهمها بالخيانة اتهمها بالخيانة ولو تحصل على منفذ أو طريق إلى العاصمة طرابل صدقني سينكر كل ما فعلات برقة معها من تقديم الأبناها سينكرهم حتى النكران هو يريد الوصول إلى العاصمة فقط وسينكر كل ما قام به هذه شخصيتها هذه تركيبته هذه شخصيتها هذا الرجل سينكر كل عمله بعد انشقاقي كنتم نقول فيها كنتم نقول فيها القيادات اللي تصل بهم قلهم الله يصدقني يوما ما يتحصل على طريق أو منفذ إلى طرابلس ولن يحصل بإذن الله لأن في طرابلس منطقة الغربية فيه رجال وسيتكسر ويتهشم على أسوار طرابلس لو قدر الله حصف سينكر ما قامت به برقة لأن برقة هي اللي صنعت خليفة برقة هي اللي صنعت خليفة حفتر نحن من صنعنا هذا هو لا شيء هو أرعى إنسان أجوف أرعى لا يفقه في التاريخ ولا في الجغرافيا وليست لها دراية حتى هذه حقيقة تتفاجأ بأن رجل فارغ حتى تاريخيا نعم لديه رسمة معينة لديه كاريزمة لكن اكتشفت أشياء كثيرة فيه حتى يعني أن أقام في أمريكا 23 سنة في فيرجينيا بجانب مبنى المخابرات الأمريكية 23 سنة لم تك حتى لغة حتى اللغة الإنجليزية لا يجيدها لا يتحدث اللغة الإنجليزية لا يجيدها يعني هذا أحد أحد المواقف اللي تفاجأت بها كانت لديه مداخلة مع قناة سين إن الأمريكية كنا موجودين في مكتب في بنينة في قاعة بنينة فكان يترجم لابن عم اللي اللي هو باسم البعيشي باسم محمد البعيشي الفرجاني كان خليفة يتكلم بالعربي مع سين إن ويترجم لابن عم فبعد انتهاء اللقاء قلت لك كيف يحاجد 23 سنة في أمريكا حتى بالمخالطات قل لي وين اليوم راه السن يعني اليوم خوكو رفيقا كبير في السن ومعاش يجيب الإنجليزية زي قبل تفاجأت يعني 23 سنة مش مش يوم ولا يومين يعني وتصف بأن يعني ثقافة ضحلة ليست لديه ليس له طلاع واسع في مجالات مثل التاريخ وهذه العلوم يعني أولا اكتشفت أنه رجل غير قارئ ليست لديه ثقافة وخاصة يعني ليس لديه ذكاء اجتماعي عند غباء اجتماعي غريب وخاصة معاملة مع قبائل برقة المعاملة مع قبائل برقة معاملة حساسة يعني الناس راههم دائما أنا وجهت لها نصائح كثيرة يعني قلت لها الحديث معاهم بقسوة أو بلغة شاذة راهوا عرب برقة راههم ناس أكرام شجعان بسطاء سلمين لكن تجريء أي كلمة شاذة أو جارح راهو حد يعني يتأثروا منها حساسين جدا فيعني يجب أن يكون عندك حتى في لقاتك نتمنى أن حتى صوتك ما يكون شعالي أمام مشايخ المعروفين أن تتحدث بي يقول لي لا لا تورنيش في الأمور الاجتماعية قلت له لا حاجة أنا في عدة اجتماعات نشوف في في بعض المشايخ زعلوا منك يعني اللغة الشاذة والتحرك وأيضا تحرك في صبعك تجاههم يعني راهوا قبائل برقة قبائل مجاهدة طيبة قدموهم يمكن كل شيء قدموه وفي نفس الوقت راه محساسين جدا يعني 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 ما تحسسه مش بأنك متعالي بالمعنى هذا يعني أو متغطرس أو تحكي بصبعك معاهم أو توصف تؤشر بصبعك يعني كان يحتد معهم في النقاشات أو في الكتاب في بعض النقاشات كانت في نقاشات في جداعي الذكر القبيلة وفي موضوع فرج البرعسي بالتحديد كانت قضايا موجودة وكان يحكي بصبعه بشذوذ يعني بعد رقي وأصبح فريق وقايد عام فقال لهم قالوا لهم إحنا فرج البرعسي كيف يعني أحد المشايخ رد عليه وقال له فرج البرعسي مش خاين كيف تقول يا حاج خاين فقال له الوصف هذا نحنا ما نقبل أحد المشايخ فيه مشايخ عدة من برعسة لكن فيهم حد يعني فيه أحد مشايخ كان ردة شجاع في البداية قال له يا سيادة الفريق وبعدين قال له يا حاش خليفة وبعدين قال له يا خليفة صب للأسف الشديد صب علي التريكي اللي هو عضو المجلس المحلي في البيضاء وبدأ يستجدي باللهجة الدارية يقول لنا دخيلتك يا حاج فرج البرعسي قيادي ونحن ما نبوه الشق والصف ونبوه يرجع الحاضين العسكرية ونبوه وندخيلتك فصبا للشيخ اللي ما في جداعي الذكر اسمه وقال الله نحن ما نستجده في حد قعمز يا ولد ما تستجدي حد كيف ندخيلتك قال الله نحن ما نستجده في حد قال الله يا سيادة الفريق بأي حجة يعني تتهمى بالخيانة الخيانة هما كبيرة أنا ما نقبل هاش فيه شوي قال الله نشهد يعني باللهجة الدارية قال الله نشهد شهادت الله أنه خاين بصبعة خليفة بصبعة قال نشهد شهادت الله أنه خاين فالرجل الاندهاج قال الله كيف يا خليفة تقول خاين ما زلت مصر على النا خاين وتشاهد في الله سبحانه وتعالى على الرجل خاين الرجل مش خاين ابننا مش خاين قال الله كلامك انت ما عجبنيش وبدأ الاشتباك في الكلام فبدينا نحن نهده في الموقف كان حاضر الفريق عبد الرازق النظوري في وقتها اللواء احد مشايخ البراحس اللي فيش داعي الذكر اسمه حتى لاعب لهم الدعاية يعني اما البقية ما كانش لهم صوت يعني كانوا مستمعين احدهم مرد بشجاعة وكان رافض تهمة الخيانة وقال لهم يبقى في بيته الان وما عنديش له اي تكليف ولن يرجع وخلونا نفكروا وعطونا اسبوع لكن يعني بدلاها جدارجة لاشهد شهدت الله انه خاين بصبع يقول فيها قال له ما اقبلش الكلمة هذي في ابننا وفرج عمره من كتبت عليه خيانة ويا خليفة بهالمنطق يعني في البداية يقول له سيادة الفريق ثم قال له يا حاش خليفة ثم قال له يا خليفة لا اقبل ان يتهم ابننا بالخيانة وجلاس محتقن للشيخ والباقي مستمعين هذين يعني هذا احد الاحداث اللي طيب يعني بعد العودة الى مسألة البقاء مع خليفة حفتر حتى بعد انفراده وتحركه لإعلان تجميد الإعلان الدستوري الراجل بات واضح بانه خارج عن الشرعية وبانه نفذ محاولة انقلاب ومع ذلك وصلتم العمل معه يعني كان حاضر في اذهانكم انكم ببقاءكم الى جانب هذا الراجل الذي حاول الانقلاب على الشرعية تصبحون انتم من ضمن عمل انقلابي ستطلق عليكم صفة انقلابيين ايضا بوجودكم الى جانبه لم يكن لان فيه بيان طبعا وجهناه لان يخرج للناس بعد البيان الانقلاب اللي اصدر في طرابلوس في قناة الحدث او الخبث العربية هذه الاماراتية او وجهناه لان يجب ان يخرج في بيان وان يوضح بان هذه عملية عسكرية ليست لها علاقة بالسياسة وليست لدينا اي طموحات سياسية واننا سنطهر بغنازي من الارهاب وسنرجع الى معسكراتنا وتكاناتنا مثل اي جيش يحترم نفسه وعدينانا البيان وكتبناه له كان في نادي الابيار لا اذكر اسمه قاعة في نادي الابيار وفعلا بيان موجود لو ترجع اليوتيوب ستجد البيان كان بيان يعني يقول هذا ليس طمعا في سلطة وليست لدينا طموحات سياسية نحن نريد ان نخلص بنغازي بالتحديد من مجموعات الارهابية ثم انا يعني وصلت من يعني بلغت من العمر عيتية سيقود هالضباط الصغار اللي معاي الواسطة العسكرية وانا اريد ان ارتاح في بيتي وليست لدي اي طموحات سياسية عدلنا ورقعنا ما يعني ترقيع ما قام به في في كان هذا برغبة منكم انتم نعم برغبة منكم لم يكن توجه لخليفة حفظة لا لم يكن توجه من خليفة كان برغبة مننا نحن واه احتقد قام بكتابه احتقد ان الرحمة الله عليها الاستاذ محمد بوكعيقيس احتقد انه شارك فيه حتى منصور عبيد بس عن طريق الهاتف و يعني أعتقد في فترتها محمد بوزيد طيب زيد لكن أعتقد أنه محمد بوكعيجيس في ظنك بأن هذا يكفي في ظنك أن هذا البيان يكفي لتصحيح وقبله وشاركت طبعا في أناه خاصة في الشطر يعني عدم الاقتراب من السياسة كان مهم أنك تحدث أنها ليست عملية انقلابية وليست طمعا في السلطة وليست لدينا طموحات سياسية نحن عندنا مهمة مقدسة وشريفة لمحاربة الكيانات الإرهابية ثم سنرجع إلى ثكناتنا ومعسكراتنا كأي جيش يحترم نفسها لحماية المؤسسات الديمقراطية المؤسسات الناتشة عن الدولة المدنية التي نطمح لها هذا كان توجيهي في البيان تقريبا كل الانقلابات التي شهدها التاريخ الدول العربية المعاصر كان دائما العسكر وهم ينفذون العمل الانقلابي يعلنون بأنهم لا رغبة لديهم في تولي السلطة وبأنهم لن يقتربوا من العمل السياسي وبأنهم سيعودون إلى ثكناتهم بمجرد استتباب الأمن وفرض التغيير أو التصحيح كما يصفونه في العادة وفي بياناتهم لكن هذه البيانات تظل حبر على ورق ويصل العسكر إلى السلطة ولا يغادرها ودائما الحكم العسكري بالقياس إلى الواقع المعاش دائما يكون حكم استبدادي حكم يعني يمتد لعقود تنتفي معها كل الحقوق كل الحريات ما الذي يجعل حالتكم أنتم استثناء في كل هذه الأحداث التي شهدت تاريخ المعاصر في المنطقة العربية نعم أولا أخي خالد أنا ضابط عسكري ولكنني كنت أكره حكم الدكتاتوريات العسكر وكانوا يستغربوا هذه النبر يعني في بعض الضباط يعني يقولوا لو حكم العسكر أنت تستفيد ضابط قلت لهم لا أريد أن أستفيد أنا أريد دولة ديمقراطية مدنية تحكمها مؤسسات لديها دستور تداول السلم على السلطة صندوق الاختراح هو من يحكم بيننا كنت عسكري يعني ضابط عسكري لكني أكره حكم الدكتاتوريات العسكرية وأكره حكم العسكر لأنني الحقبة 60 سنة في مصر وفي غيرها لم نجني من العسكر إلا ما جننا من تجهيل وفقر وغيرها وهذا أمر واضح لكل بيين وهذه كانت نيتنا نحن كضباط موجودين رموز أقسم بالله العظيم وأشهد الله سبحانه وتعالى هذه كانت نيتنا أننا نحارب الكينات الإرهابية ثم نرجع لمعسكراتنا وثكناتنا كأي جيش يحترم نفسه ما يدور في دواخل خليفة حفتر هذه يعلم بها الله سبحانه وتعالى واطلحت عليها بعدها واتخذت موقف ضدها نعم الرجل نفذ انقلاب نعم في فبراير 2014 قام بمحاولة انقلاب على الشرعية نعم ومع ذلك وصلتم العمل معه برغم أنك الآن تقسم بأنه لم تكن لديكم أي رغبة في تولي السلطة في البلد نعم نحن أنا أتكلم عن الضباط الرموزي اللي كانوا وجون جنب اللي كنا حوله أما عن ما يدور في دواخلة وعن نواياه أنا لا أعلم بالنوايا النوايا أعلمها الله سبحانه وتعالى بيانة اللي صدر في طرابلس نحن صححناه في منطقة الأبيار أو في مدينة الأبيار في نادي الأبيار بالتحديد في الصالة وكانت ليبيا الأحرار حاضرة للبيان في وقتها وتدخلت معها على الدي سي إل بشر بعتها أنا شخصيا باحتباري متحدث باسم القيادة العامة في وقتها نحن كضباط من حوله أو رموز متحدث باسم باسم القيادة نحن سميناها القيادة العامة لكن طبعا أصبح اسمها الكرامة يعني اسم الكرامة غطى حتى على مسمى القيادة العامة أصبح مذكور في كل الـ لكن نحن أردناها القيادة العامة بعد تسميتها الكرامة أغيرنا اسمها لمسمى رسمي القيادة العامة للجيش الليبي أو جيش الوطن الليبي فنحن كرموز وقيادات جنب هذه كانت نيتنا ويعلم بها الله سبحانه وتعالى أقل شيء هذه كانت نيتة أنا شخصيا لم يكن لدي أي ضموح بل كنت أكرها لو كنت أعلم ما بينيته لما كنت جنبه أما البيانة اللي صدر في طرابلس نحن صححناها في منطقة الابيار بإمكانكم الرجوع إلى اليوتيوب وسترجاعها ومفرداتها يعني الوصف يبدو غير واقعي لما تقول بينكم صححتوا هذا العمل أنتم ما زلتوا تواصلون التحرك خارج شرعية الدولة نعم كيف تقول صححنا؟ نحن نتحرك لأن كان واجب علينا أن ندافع أنفسنا أخونا خالد اغتيالات نستمرة يعني لم يكن ينقصنا للدخول على بيوتنا وتصفيتنا أمام نسائنا أولادنا يعني يجب أن نقوم بعمل حتى للدفاع على أنفسنا لكن يفترض التحرك يضبط القانون يعني أنا لا يهمني حتى لو كانت النواية حسنة في النهاية انتهى إلى أنكم اكتشفتوا بأن كل هذا مخطط مدبر للوصول إلى ما آلت إليه الأوضاع والاستفراد خليفة حفتر هذه مؤامرة أكبر مني منك يا أستاذ خالد أنا كان ما يهمني أن أدافع أقل شيء أن ندافع عنفسنا كعسكريين ما ليش علاقة نأخذ شرعية وأنا ننتظر شرعية الشرعية للأسف الشديد ماذا فعلت الشرعية عندما كانت الاختيالات على شدها في بنغازي كانت هناك حكومات شرعية ومؤتمر وطني وكانت الاختيالات على شدها حتى بإضباط حتى بعايلاتهم وولادهم أنا أذكر العقيد في البحرية يختيل ومع ابنة في السيارة ذهب لإيصالة لمدرستها فهذا ما كانش عندنا تأخير أنه لا يجب أن نقوم بعملية لآخر شيء نحن ندافع عن أنفسنا هل ننتظر هذا الكيان الإرهابي أو هذه الجماعة الإرهابية أن تدخل علينا في بيوتنا وتقوم بتصفيتنا أمام نسائنا بعدين حتى نخجل من أنفسنا أن عسكريين عندنا مهمة وطنية وقدرنا أن نكون عسكريين ونواجه هذا لأنه بكل بساطة التجربة الإنسانية تثبت بأن القانون جاء لينظم حياة البشر وبأن أي تحرك خارج سياق القانون القائم سيؤدي لنتائج تكون وخيمة وأكبر من أي واقع يكون هذا التحرك جاء لتصحيحه وهذا ما ثبت الآن بالتجربة طبعاً هو بعدها ثبت ولكن نحن في تلك الحقبة لم نفكر في ذلك كنا نفكر في أن الحكومات الشرعية لم تفعل شيئاً لنا أما أن الآن نحن يعني الأمر بلغ من الخطورة مما لا يمكن السكوت عليه أما أن ندافع أنفسنا حتى عملية للدفاع عن أنفسنا أخر شيء أما أن ندافع عن أنفسنا أو سنموت حتى في بيوتنا أما أن نموت رجال في الميدان أو أن نموت أمام نسائنا هذا أمر غير معقول أنت عسكري وقدرنا أن نكون عسكريين لم يكن لدينا هذا التفكير تفكيرنا أن ندافع عن أنفسنا الاغتيالات تستهدف العسكريين والتابعين للواصل العسكرية والأمنية لم يكن لدينا تفكير آخر يجب أن ندافع عن أنفسنا بأي مسمى كان لا ننتظر أي شرعية مدام الشرعية لم تفعل لنا شيئاً ولم تدافع عننا ولم تؤمننا أصبحنا يعني الآن قبقوا سين أن نهرب نترك الوطن ونعيش في مصر أو في تونس أو في غيرها أو نقوم بوجبنا للدفاع عن أنفسنا في وطننا كان هناك عمل تحت مظلة الشرعية تشكلت غرفة العمليات الأمنية وبدأت العمل بدأت تحرك في إطار شرعي قانوني كيف أقنعكم خليفة حفتر بأن إطلاق عملية الكرامة بديل أنسب سيجلب الحل وهو يأتي خارج نطاق هذه الشرعية وخارج القانون هو هذا أحد الأسباب أنا كنت ناطق عندما كنت ناطق باسم غرفة العملية الأمنية المشتركة لبنغازي الكبرى كانت ازدادت عمليات الاغتيال بكثرة أكثر حتى من ذي قبل وكنت في حارج اتصالات من الأمنية المشتركة لبنغازي والاختيالات على شدها يعني أنتم هو مسمى فقط هل عندك قدرة على الدفاع على أنفسكم على العسكريين هذا السؤال المنطقي ماذا قدمت الغرفة نعم العسكريين وعن مدينة بنغازي وعن ما يحصل فيها أم هي غرفة وكنا في حارج شديد وكان ضغط نفسي كبير لدرجة أن العميد محمد الشريف عميد ركن الله يذكر بالخير كان صديق ومقرب جدا مني ونعزه بشكل شخصي لدرجة أن قدم استقالته يا علي زيدان يعني للأستاذ علي زيدان السؤال الآن لماذا لم تقدم هذه الغرفة ما هو مطلوب منها لتأمين مدينة بنغازي ومنع الاغتيالات فيه شي غريب أصبحنا كل ما ننشر قوة عسكرية على المفترقات وعلى النطاق الأمنية يتم استهداف تم استهداف قوة اللواء المشاة التابع للعقيد حامد بالخير في وقتها وصفي عسكريين كثيرين وكانوا يعني مكلفين بمهمة تأمين جزيرة أحتقد سوق جزيرة جزيرة المنطقة لم تحضرني الآن المهم أحد النقاط الأمنية نعم فتم تصفي عناصر كثيرة من من عناصر اللواء المشاة اللي مكلفينهم نحن كغرفة أمنية في في منطقة سبحان الله لا يعني اذكر اسمها هي في في مدخل بنغازي نعم في بوعطني كانت؟ مدخل بنغازي قبل حي السلام على يمين حي السلام منطقة تم استهدام قوات استهداف قوات أمنية تم استهدام قوات أمنية من اللواء المشاة الأول تابع للعقيد حامد بالخير في تلك المنطقة يعني مفارز عديدة نحن وزعناها على نقاط وعلى نقاط أمنية وعلى حساسة مداخل ومخارج بنغازي فتم استهدافها بشكل مباشر وتم تصفية عسكريين نحن فالأمر أصبح خطير الآن نحن غرفة كغرفة أمنية ينكلفوا في عسكريين بتأمين نقاط مهمة ومداخل ومخارج مدينة بنغازي ويتم الرماية عليهم في يعني بعد منتصف الليل وقتل عدة عسكريين منهم يعني هنا يشكك أن فيها فيه شيء مش طبيعي هذا الأمر رجعت نفسي بعد الانشقاق أن هذا قد يكون عمل مخابراتي ما يبوش أي فيه شيء فيه جهاز مخابراتي يعد العدة لشخص معين لا يريد أي عمل أمني ينجح إلا عن طريق هذا الشخص إفسال أي عمل أمني كان مقصود كان مقصود يعني نحن نوزع في المفارز الأمنية على النقاط وعلى المداخل ومخارج المهمة وخاصة الحيوية ويتم استهدافه بعد منتصف الليل بالرماية يعني بالصليات المباشرة ويتم بالأغنى أن نراها مفارز كم الأمنية تم استهدافه سقوط عسكريين وخاصة من لواء المشاة ومن الساعقة في تلك الفترة كنت متواصل مع خليفة حفتر هل كان لها أي دور في دعم هذا العمل ليحاول فرض الأمن في مدينة بنغازي لا لم يكن لديه أي دور لم يكن لديه أي دور لم يكن يقدم حتى نصائح لك مثلا باعتبارك على علاقة شخصية به كانت وصلت العلاقة بينك كانت اتصالات بهم لكن يقول لي هؤلاء فاشلين ما يعملوا شيئا فاشلين حكومات فاشلة خاينة مخترقة من الإخوان المفلسين يقول هو فمش هتعمل شيء ليست هكذا مواجهة العناصر الإرهابية يجب الضرب بيد من حديد وطبعا قناعتي من داخلي إن العمل الأمني يجب أن يكون عمل عملية جراحية يعني عملية ليست عمل وهو يقول يجب الضرب بيد من حديد لكن الآن المسألة أنكم تعملون كقوة أمنية موجودة في المدينة وشارعية نعم حصلت على الشرعية من الدولة القائمة في البلد وتعمل في إطار القانون لينظم الحياة في ليبيا ومع ذلك اخترتم أن تخرجوا من هذا الإطار من هذه الدائرة وتؤسسوا عملية عسكرية بقيادة خليفة حفتر خارج إطار هذه الشرعية نعم أولا الآن استذكرتنا المنطقة اللي هي منطقة الثامة كان هناك مفرزة كبيرة من اللواء الأول مشابي قيادة العقيد حامل بالخير وستم استهدافهم استهداف مباشر ورميهم وقتل عديد منهم أعتقد خمسة أو ستة في دلك الليلة كنا نتحرك لن نعد يعني يعني في وقتها لم يبدأ الإعداد لعملية الكرامة هناك غرفة أمنية تعمل بدأناه لكن خليفة لم يعني كانت الاتصالات بها عادية يعني يقول لي هذه حكومات مخترقة من الإخوان ومن غيرهم وهذا كيان المتمر كيان فاسد ومخترق من الكيانات المتضرفة ومش هيعمل شي يعني ومش هتنجح أي عملية أمنية بهذا الشكل فقط هكذا كان يقول ولكن لم في وقتها لم نعد لازمنا لم نعد لهذه العملية إلى حين تم قالتي على الهواء مباشرة من الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة فجائيا يعني هو السؤال الآن لماذا عمل الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي الكبرى لم يؤتي ثمار لماذا لم يستطع فرض الأمن في مدينة بنغازي أنا في وقت أنت تحكي بعد انشقاق بعد انشقاقي عن هذه الثلة الفاسدة المفسدة استذكرت أن فيه هناك طرف ثالث يعمل من خلف الستار أو يعمل في الخفاء أو في العمق يريد شخصية ما لا يريد أي عمل أمني ينجح في بنغازي اتضح أنه عمل مخابراتي يعني فيه غرفة أمنية مشتركة فيها حتى من الأخوان الثوار وأغلبيتها من الأجهزة الأمنية ومن الصعيقة ومن الدعم المركزي وحتى من المباحث العام ومخابرات العام موجودين فمدام هذه الأجهزة موجودة بمعاونة بعض كيانة الثوار إذن سينجح العمل الأمني مشترك وينجح فيه طرف ثالث كان يعمل هذا استذكرته بعد نستذكر في الأحداث بعد الانشقاق هناك طرف ثالث كان لا يريد لأي عملية أمنية أن تنجح في بنغازي طيب سلع عن طريق شخص معين السؤال الأهم هنا لماذا اخترتم الخروج على هذا العمل الأمني اللي كان قائم تحت مظلة الدولة وإنشاء عملية عسكرية خارج سلطة الدولة الشرعية القائمة في البلد تحت قيادة خليفة حفتر لم ينجح العمل الأمني أنا سأسأل هذا السؤال وأستمع إلى إجابتك مع بداية الحلقة القادمة لأننا وصلنا لنهاية هذه الحلقة أشكرك مرة أخرى جزيلا الشكر القيادي المنشق عن عملية الكرامة الرائد محمد الحجازي وأيضا شكر موصول لكم أستاذ المشاهدين إلى اللقاء الغرفة لم تنجح في أداة مهمتها هل العمل مقصود لإفشال عمل غرفة تقلنا إلى مزرعة علي القطراني أداءنا التخطيط لساعة السفر كان فيه اختلاف حتى على تسمية العملية كنا نريد أن نسميها عملية الشهيد فكل كان موافق الوحيد اللي احترز هو خليفة حفظ عزمي البرغس تم اختياله بطريقة مخابرتية